وخصوصاً أن شريف موجود ونزل وعمل فعالية الآن على شريف؟ جاء مضغوط من منتخب مصر وضع ضربة ترجيح مهمة كان الآن أنه ينزل مباراة متوتر أو مضغوط فيبع عنده مشكلة فنزله ومرتاح بالعكس يعني أنت بتكلم في محمد شايف من أحسن فرادة في مصر هدف الدوري والرجل بيلعب بشكل أساسي مع منتخب مصر الناس بتطالب أنه يلعب وده وضع طبيعي عادي أنت ممكن تضع ضربة جزاء أثبت أن كيروش ده كده هيخلص عليه طبعاً ممكن أسألك سؤال أنت خليتنا أسألك سؤال بسيغة تانية كيروش أفقد محمد شريف وأفشة أسقب أنفسهما؟ شوية مش ده أفشة قبل كيروش ما يجي وكده أفشة كان بيلعب توب الأرض مش ده أفشة أنا عشان كده قلتلك النهاردة فيه ناس بتقول لك كويس كويس لا مش ده أفشة مش ده كذلك شريف شريف يلعب هو مثل أهوك شريف السيقة رايحة منه والراجل النهاردة يقعده بعد أن عم مع جلسة وقعد مع اكتماع وتقعده أنت بتخلص على الفرود اللي عندك يعني أنت عندك هو وحسام حسن وعندك وعدين برستاو لعب كويس يعني ابتدى يقشر معايا ابتدى يقشر معايا أنا لسه مش مكتنع بيه مش اللي هو السوبر بس النهاردة فيه حاجات بس يلعب على طول يعمل ايه ثانية عشان يبقى سوبر لا يعمل كتير لسه وعب بماتشين ثلاثة الجول يا كابتن النهاردة ده لعيب كبير قوي لو حطاها مرة واحدة زي ما انت وصلت الجول قافل وديني قافل وظهروا للجول وفي واحدة حطاها وهو بيجري وفي واحدة عند الكورنر فأول الشوت الأولين يرقص بطريقة غريبة جدا والميزة فيها كابتن وعنده شخصية هقولك لما يجيب لي جوان زي فلافيو زي فليكس هقولك ماشي بالعدد لا بالعدد ما أنا جايب واحد بملايين عشان يجيب لي جوان أزارو كان هدف دوري بثلاثة وعشرين هدف أنا هدف ده مين أزارو وليد أزارو وهو ده صح إن مشوه ده كان فرود محترم هو ده كريم فايلر العند اللي عنده ده أرس عليه مشاه وأزارو ده يمشي يا كابتن وفي الوليد أزارو ده ده في الاتفاق السعودي لا مكسر الدنيا هناك يا دولي ولعب مع المغرب كان كويس قوي في البطولة معقول لا بص أي حد يلعب مع نادي الأهلي بيظهر أو نادي الزمال بصراحة يعني أنا معك في دي بس زي ما أنت قلت هو ابتدى ينور شوي ميكي لس